هذه المدن الجميلة بحاجة لمن يحبها لكي تصبح جميلة كل أمكنة تحتاج لمن يحبها لتصبح أكثر جمالة نعم هذه ميزة مغربية أنا نتيجة تجوالي في بعض المدن بحس في حب من أهل البلاد ومن القيمين على هذه البلاد في جعلها جميلة وأنيقة ومرحبة ومطمئنة لزائريا ولأهلها المدن في المغرب بصبع عامة هي الضخيرة الأساسية للحضارة المغربية وللاستقرار المغربي تعرف نحن من الممكن أن تزور عددا كبيرا من المدن في المغرب وتدرك من أول وهلة أنها لا تختلف كثيرا عن العواصم أو عن العاصمة لأنها لها نفس المؤهلات لها نفس بنيات التحتية لها نفس المتوفر فيها نفس الخدمات وهذا الأمر يذكرني بجوالات كنت قمت بها في بعض بلدان المشرق العربي وكانت الملاحظة الأساسي التي أخرج بها هو أن البلاد كبيرة لكن فيها مدينة وحدة كبيرة أو مدينتين كبيرتين والباقي عبارة عن قرى متمدنة بينما المغرب فيها أولا عواصم أمبراطورية لأن الملكية وراءها قرون والأمبراطورة المغربية كانت ممتدة عبر مساحات جغرافية شاسعة وفي كل مرة كانت بعض المدن تكون هي العاصمة فاس كانت عاصمة، مراكش كانت عاصمة، مكناس كانت عاصمة قصدي أن المغرب شمالا وجنوبا يتوفر على بؤر حضرية قوية مطمئنة وفيها تنتج كثير من الأشياء التي تساهم في تشكيل الهوية المغربية وفي هذه المدن انصهرت التيارات الأندلوسية والتيارات الأمازيغية والتيارات أخرى المدن عبارة عن مصاهر حقيقية لإدماج المكونات المختلفة للهوية المغربية لتصنع هذا الجمال